إيه اللي ودكي أصلاً البحرية؟ إيه اللي ودكي إنتي بتحب العوم ونتي صغيرة جداً وأعتقد إن لكي أخوات حد كان في البحرية مش كده؟ مضبوط، إيه بقى؟ أنا الأول كنت في Logistics اللي هو النقل الدولي في الأكاديمية برضو قعدت فيها سمستر واحد بعدين ما أحبتش مجال قوي أخويا هو في ملاحة بحرية فقعدت كده وهو كان بيذاكر شفت الموايد اللي هو بيدرسها حبيتها هو اللي شجعني بقى قال لي قدميه ودخلي وهتحبيه هو عارف شخصيتي قال لي أنا عارف إنها هتتماشى مع شخصيتك قوي فقدمت في نفس القسم اللي هو فيه الملاحة وتقبلت فيها الحمد لله كنت قوي بنت مصرية يا شيخة ما حصلش استغراب قوي عادة لما يبقى مجال فيه رجالة بس وبتخش بنت بيحصل رفض ما هو الموضوع كان مستغربين قوي أول ما قدمت الطلب هو لدرجة إنهم ساعدوا لأن المفروض الواحد بيقدم الطلب في القبول والتسجيل في الأكاديمية فهو رئيس الأكاديمية قال لي يعني لشوف بقى دي أول حالة فلجب نعمل احتياطاتنا ونشوف أصلاً القانون البحري هيسمح إن إحنا نستخرج لها باسبور بحري عشان أنا فتاة طبعاً فلوه أما عملوا يعني دوروا كده لقوني ما فيش حاجة تمنع فعملوا لي بقى الاختبارات اللي بيعملوها للولاد ويبقى الاختبارات اللي بيعملوها للولاد هو اختبار الرياضي اللي بيعملونا اختبار سباحة طبعاً واختبار رياضي شوية حاجات كده فيزيكال فيزيكال وبعد كده الميديكل بيعملوا تحليل عشان يشوفوا ورسم قلبي يشوفوا برضو لأنا ما ينفعش حد يخش لو عنده مشكلة وبعد كده خلاص لو أنا عديت في كل ده بيعملوا معي الانتربيو بيشوفوا أنا برضو يعني كشخصية تنفع برضو تمثل الأكاديمية وتمثل الكسمة بتاع ملاحة بحرية وبس عديت فيهم كلهم وسجلت زي أي طالبة